في الأربعينيات والخمسينيات كانت القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الحقة كانت أجواء التحرر ومحاربة الاستعمار وكان الرمز هي قضية الفلسطينية كانت ربما الأمة على استعداد بأن تفنى لتحرير فلسطين في الستينيات دخلنا باب المواجهة في السبعينيات بدأت الأطراف تجد لها سبيلا منفصلا كل طرف ربما يحل مشكله بذاته أخشى ما أخشى أن تتوارى القضية برمتها بعدما بدأت تتوارى أشخاص من اليسار وممن رفعوا هذه الرايات الحرة قبل أن أحكي عن الموضوع الفلسطيني أنا متفق مع أصدقائي بأن خالد محيد الدين بموقفه بفكره باحترامه لحاله فرض احترامه على كل الخصوم يعني بالسلطات السياسية المختلفة ولذلك مثل ما تفضلوا بالإخوان أنه يعني حتى لم يجرؤ لا السادات ولا مبارك أنه يعتقلوا عندما اعتقلوا آخرين فبهذا المعنى أنا أعتقد أنه هذا إنسان كثير مهم وبعتقد أنه نموذج مهم يعني يمكن أن يقتدى به من قبل الجيل الجديد جيلنا الجديد لأنه نحن أنا تقريبا قريب منه بالعمر أنا بدأت في العام 89 من عمري وفي ساعة سبعة سنين بينه وبنا بقى نحن جيلنا الأجيال الجديدة بحاجة لأن تقتلي بهذا النوع من الناس بهذا النوع من المفكرين هو كان يساري بمرجعي ماركسي ولكنه مكان كان متميز عن الشيوعيين وكان أيضا ناصري بمعنى ما ولكنه كان أيضا مختلفا وكان عنده صيغة وكان مسلما وكان كتابه الاشتراكية والإسلام مهم جدا لأنه يحدد معنى بالنسبة إليه يحدد مفهومه والإسلام قراءته والإسلام استناده إلى القيم الأساسية والإسلام هذه الشخصية مهمة جدا بالنسبة لأجيالنا لكي تعرفوا كما هو فيما تعلم بالقضية الفلسطينية أنا أعرف أنه خالد محيددين كان من موقعه كماركسي كيساري ماركسي كاشتراكي كوطني كديموقراطي كان ينظر وكا قومي كان ينظر إلى القضية الفلسطينية كما كنا ننظر إليها نحن جميعنا أنها هي القضية الأساسية بالنسبة لنا ولكن بشرط أن لا تكون بديلا عن أي قضية وطنية في داخل البلدان العربية بالمناسبة أننا أخطأنا في لبنان عندما أعطينا للمقاومة الفلسطينية ما يشبه الدولة في داخل الدولة وهذا كان غلط ودفعنا ثمنه نحن والفلسطينيين في هذا الموضوع أنا أذكر في عام 1969 في مطالع 1969 عقد في القاهرة مؤتمر عالمي لنصرة الشعوب العربية وكان العنوان الأساسي لهذا المؤتمر القضية الفلسطينية أنا كنت موجود مع رفاق اثنين إلي في هذا المؤتمر منوثة الحزب الشوعي والحركة الوطنية خالد محيدين عرفنا بذلك التاريخ على الرئيس عبد الناصر وعلى أنور السادات لترأس المؤتمر وفي هذا المؤتمر أعطي للقضية الفلسطينية موقع مهم جدا بعد مع الأسف بعد ما حصل في أعقاب هزيمة 67 أعطي للقضية الفلسطينية موقع مهم جدا لم أعد أذكرت النقاشات لكن مجرد أن تتحول نصرة الشعوب العربية إلى نصرة القضية الفلسطينية هذا يؤكد من الناحية العربي ومن الناحية الدولية ده في العام 69 يا سيد كريم ده في العام 69 الآن من يناصر القضية المشكلة أنا الحقيقة أقول بصراحة ولا صديقي حسن كمان بيصلحني أولا أقول لأخي محمد أنا الحقيقة يؤسفني جدا أنه وصلت القضية الفلسطينية اليوم ليس بالصدفة وإنما بسبب أخطاء ارتكبت من قبل القيادة الفلسطينية بتنويعاتها المختلفة بمكوناتها المختلفة اللي أدت إلى أنه ضعف ضعفة القضية الفلسطينية حتى عند الوطنيين والقوميين العرب إضافة إلى أنها ضعفت على الصعيد العالمي ليس يعني محزن هذا الذي نراه الآن الخلافات في داخل القيادة الفلسطينية تكاد تمزق القضية الفلسطينية وتعطي لترامب ولأمثاله والإسرائيليين بالضبط ولكل من هو معادل العرب وللقضية الفلسطينية تعطيهم دور على حساب القضية الفلسطينية أين هي القضية الفلسطينية؟ نحن بدي أذكر أنه سنة 2002 عقد في لبنان مؤتمر قمي واتخذت مبادرة مهمة جدا لا أذكرها وأذكر فيها نعم هذه المبادرة جوهرة حل الدولتين يعني مقابل اعتراف إسرائيل اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 طيب أين نحن مما كان في مبادرة سنة 2002 وما نحن عليه الآن؟ مؤسف جدا وأنا أخشى أخشى وأنا ربما لا يعرف البعض أو لا يعرف البعض أنا فلسطين موجود في وجداني منذ طفولتي لأنه نحن في قريب من الحدود مع فلسطين وكان أهلي وأهل القريطنا كان يروحوا يشتغلوا في فلسطين ويجيبوا حاجات من فلسطين مش من المدن اللبنانية نعم فنشأت فلسطين في وجداني حتى هذه اللحظة ولذلك أنا عندما أتحدث عن الوضع الذي هي عليه فلسطين الآن القضية الفلسطينية يحزنني ذلك كثيرا ولكن في الدرجة الأولى أصحاب القضية يعني هم أخواننا بالقيادة الفلسطينية يعملوا نوع من المصالحة من نوع من الاتفاق فيها بينهم يؤقد مجلس وطني فلسطيني بيقاطعوا بعض الإخوان وحتى بداخل مجلس وطني فيه اختلافات ما معول هذا غزة من جهة والضفر من جهة والإسرائيليين عم يأكلوا الأرض الفلسطينية يوما بعد يوم قطعة بعد قطعة وترامب هذا الوحش الأمريكي يريد أن يجعل القدس القدس بدون تحديد القدس يعني مقر سفارته نعم يعني ما فيه احترام ما فيه اعتراف بالقدس الشرقية عاصبة دولة فلسطين أنا برأيي ينبغي أن يجري إعادة بحث إذا كان القيادة الفلسطينية غير مؤاهلة لهذا الأمر خلينا نحن كلنا الوطنيين العرب لا يصيغها طيب كيف نقدر نعمل نوحد القوى العربية والعالمية حول حل الدولتين على قاعدة المبادرة العربية سنة 2002 ترجمة نانسي قنقر